بعد نفي متكرر من قبل الحكومة لما وصفته بالدعاءات المعارضة بأن جهاز المخابرات التركي أرسل أسلحة لجماعات متشددة في سوريا بثت صحيفة الجمهوريات التركية عبر صفحتها على الانترنت مقطع فيديو قالت إنه يثبت تورط الحكومة والجهاز المخابرات بتقديم السلاح للمسلحين في سوريا الفيديو أظهر شاحنات محملة بالصواريخ والقذائف إلى جانب صناديق تشبه صناديق الأدوية هذه الفيديو مثيرة للجدل على أساس نحن مقبلون الانتخابات التشريع بعد أسبوع ستجرى انتخابات التشريع لذلك هناك بعض الأدوات لإثارة رأي العام ضد الحكومة وعلى الفور باشرت السلطات التركية بالتحقيق في صحة الفيديو وطريقة وصوله للصحيفة وتحوم شبهات بأن يكون الفيديو قد سرب من ملف القضية بهدف فضح وإحراج للحكومة ويتهم في القضية التي باتت تعرف باسم شاحنات الأسلحة مدعون عامون وضباط شرطة مقربون من جماعة الداعية المعارض فتح الله قولان أمروا بتوقيف وتفتيش شاحنات تابعة للمخابرات العام الماضي في مدينتيها تاي وأضنى يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية طبعا هناك احتمال كبير بأن جماعة فتح الله قولان هي التي سربت هذه اللقطات لأن المعروف أن المدعي العام الذي أشرف على هذه القضية قضية تحرر الشاحنات كان من على الأقل مؤيدي فتح الله قولان إذا لم نقل من منتسبي جماعة قولان إذن توقيت حساس نشر فيه هذا الفيديو إذ يتوقع مراقبون بأن يكون بثه قبيل الانتخابات البرلمانية مقصودا بهدف التأثير على رأي الناخبين لإضعاف حظوظ حزب العدالة والتنمية الحاكم ترجمة نانسي قنقر